تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أربعة وستين ألفا ومائة وعشرة فحوصات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطمبي وساهم ذلك في الكشف عن مائتين واثنتين وستين حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة وجمعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة اثنين وستين ألفا وتسعمائة وستا وستين حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء مائة وخمس وتسعين حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ستة وخمسين ألفا وتسعمائة وأحدى وستين حالة أيضا أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة ثلاثمائة وثمانية وخمسين حالة وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواسطها لذوي المتوفي وتم نيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع من أجل التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع